في نسخته الواحدة والعشرين بعد المئة رحل الديربير بيضاوي إلى مدينة أقادير لينقل الحماس والإثارة إلى ملعب أدرار هناك وفي أجواء طقس باردة بعث اللاعبون رسالة مفعمة بدفء الروح الرياضية التحموا في صورة للذكرى لكن بعدما أعطى الحكم نوردين الجعفر إشارة انطلاق المباراة انتفض كل فريق في وجه الآخر كل ساعة إلى تهديد مرمى المنافس ولو من تسديد من بعيد لكن أخطر تهديد في الجوارج الأولى كان للرجاء الرياضي البيضاوي وزهير الواصلي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول كان ذلك في الدقة الخامسة والعشرين من المباراة بعد ذلك سيسنع الودادة البيضاوي بعض المحاولات كانت في مجملها تسديدات من خارج المربع واحدة لأشرف بن شرقي في يد الحارس أناس زنيتي وأخرى لويليام جيبور فوق المرمى الشوط الثاني أطل بوجه آخر كل المحاولات كانت باللون الأحمر الوداد ضغط بقوة وصنع العديد من الفرص والتي اكتست طبع الخطورة في أكثر من مناسبة رد الرجاء البيضاوي جاء من ضربة ثابتة نفدها عصام الراقي فوق المرمى دخول إسماعيل الحداد منح انتعاشا لخطي هجوم الودادة البيضاوي سدد هنا في يد الحارس أناس زنيتي لكنه سيعود في الدقة الثمانين ليهدي كرة لزميله ويليام جيبور الذي سدد بقوة والقائم الأيصر ينوب عن الحارس أناس زنيتي كانت هذه أخطر المحاولات على الإطلاق ست دقائق بعد ذلك سيصنع إسماعيل الحداد محاولة خطيرة لكن كرته تذهب جانب المرمى الرجاء رد هنا بمحاولة لليمام بيدي لكن الكرة تذهب دون تأثير وفي الأطوار الأخيرة للمباراة مدرب الوداد سيباستيان دوصابر يضطر لإخراج البديل إسماعيل الحداد بعد حوالي 24 دقيقة من اللعب ويعوضه بمحمد أونجم الديربي البيضاوي ينتهي على إيقاع التعادل دون أهداف ليقتسم الغريمان نقاط المباراة الوداد في صدارة برصيد 23 نقطة بينما الرجاء وصيفا بعشرين نقطة